الله يدافع عن المؤمنين فما بالكم بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية الله يأمر حبيبه بالهجرة ويقول له تخرج في يوم كذا وفي ساعة كذا وتفعل كذا وكذا فيأتي النبي إلى سيدنا علي ويقول له يا علي تنام في فراشي فيقول سيدنا علي على الرحب والسعة يا رسول الله أتشرف أن أكون في مكانك أتشرف أن أنام في فراشك وكان سيدنا النبي يقول لسيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى شوفوا سبحان الله العظيم علي بن أبي طالب يعني أسد المشارق والمغارب وليث بني غالب كان يفخر بهذه الأخوة ويقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سيدتنا فاطمة الزهراء وبنت محمد سكني وزوجي منوط حبها بلحمي ودمي وصبط أحمد ولداي منها أي الحسن والحسين فأيكم له سهم كسهمي رضي الله عن سيدنا علي نحب علي ونحب فاطمة ونحب الحسن والحسين لكن حبنا لهم يقتضي أن نحب الصديق وأن نحب الصديقة سيدتنا عائشة وأن نحب سيدنا عمر الفاروق وأن نحب سيدنا عثمان وأن نحب سيدنا معاوية وأن نحب كل أصحاب سيدنا رسول الله لأنهم صحابة وشرف الصحبة لا يدانيه شرف عندما تعجز الوسائل البشرية تتدخل العناية الإلهية شوف حضرتك وشوف حضرتك سيدنا النبي هيخرج من البيت وما أحسنها من لحظة وما أجملها من لحظة ومن موقف يخرج والقوم على باب داره يقفون بسيوفهم يريدون قتل رسول الله وما من سيدنا رسول الله إلا أنه فوض الأمر لله سلم أمره وسلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره الله دبر ما يكون وما قد كان أما كفاك مدبرا مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول شاهت الوجوه ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فلا يبصره أحد ولا يشعر أحد بخروجه قبلها يخرج صلى الله عليه وسلم ودى الدرس الثاني من دروس الهجرة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسبب الأسباب سيدنا النبي قبل الهجرة وقبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة أكرمه الله بمعجزة الإصراء والمعراج في ليلة واحدة يأتيه جبريل ومعه البراق والبراق يضع حافره عند منتهى بصر سرعة فائقة فيأخذه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويعرج به إلى سدرة المنتهى ثم يعود إلى المسجد الأقصى ثم يعود إلى المسجد الحرام كل ذا في ليلة من العشاء للفجر كان بمقدور الله جل وعلا وهو القادر القدير أن يهاجر بحبيبه في لمح البصر من مكة إلى المدينة في وقت قليل في وقت لا يساوي في حساب الزمن شيئا إلا أن الله جل وعلا يلقننا درسا وحبيبنا المصطفى يعطينا درسا تربويا نبويا رائعا أنه صلى الله عليه وسلم خططا وأخذ بالأسباب واعتمد على مسبب الأسباب توكل ولم يتواكل أخذ بالأسباب واعتمد على مسبب الأسباب قل لله كما يريد يكن لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد بس خليك مع مين خليك مع ربنا سبحانه وتعالى كن مع الله ولا تبالي من كان مع الله كانت الدنيا وما فيها طوع أمره وفي خدمته شوفوا بقى سيدنا النبي الخطة اللي هيعملها خطة محكمة خطة مدققة خطة نبوية رائعة فائقة يذهب سيدنا النبي في وقت الظاهرة إلى سيدنا أبا بكر الصديق يا أبا بكر أنا مهاجر إلى المدينة إلى يثرب يقوم سيدنا أبا بكر يقول لسيدنا النبي الصحبة يا رسول الله عايز أكون معاك فيوافقه النبي فيعد الصديق راحلتين دابتين له ولسيدنا رسول الله وبعدين سيدنا النبي جاهز إلا هيأتين بالطعام أسماء بنت أبي بكر وإلا هيأتين بالأخبار عبد الله بن أبي بكر طيب إلا هيقوم بعملية التمويه وهيخفي آثار الأقدام عامر بن فهيرة طيب دليل الرحلة إلا هيودينا المكة ويوصلنا إلى المدينة ويوصلنا إلى المدينة عبد الله بن أريقت ما كانش مسلم كان يهودي ويختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشخصيات ويعد الخطة لإنجاح خطة الهجرة النبوية ترجمة نانسي قنقر